صباح الخير مشاهدين أبراح فيكم بحلقتنا اليوم من الحدث وبصرنا أن يراحب يضيفنا في هذه الحلقة أنا أبسيمو أبراميا عضو تكاتل لبنان القوي صباح الخير أهلا وسلا فيك أستاذ سيمو بها الحلقة يلي تأتي بوقتها بعد عاصفة سجلات بينكم وبين الاشتراكيين تحديدا سنحكي اليوم بالتفصيل أولا بسبب هذه العاصفة والحجم يلي بلغته ثانيا إلى ما ستؤدي على جميع الأصعاد العلاقة مع الاشتراكي ومع مختلف الأطراف التأثير على عملية التأليف الحكومي كل العنوين يلي ممكن تشكل اليوم مأخذ على العهد أو مثل ما قال النائب جنبلاط فشل العهد سنحكي فيها إذا هي صحيحة أو لا شو المأخذ؟ مأخذ الخصوم والحلفاء حتى يعني على بعض الملفات يلي البعض يشوف أنه يمكن ما قدر العهد أن يوصلها إلى ما كان يأمل به اللبنانيون سواء بموضوع النفايات الكهرباء الموازنات الوضع الاقتصادي العام في كثير ملاحظات رح نحكي بالتفصيل بكل هالمواضيع والأهم لوين رايحين بالمرحلة المقبلة قدير رح تتأخر الحكومة وشو مشاريع كونكا تكتل لبنان القوي للأيام والأسابيع المقبلة كلها بهالحلقة ندخل بكل تفاصيل هالعناوين معك سيسيمون بعد موجز لآخر وهم الأخبار مع زميلك لارا شكرا لك كاترين أهلا بكم أعلنت قيادة الجيش في بيان ليلة أمس أنه على خلفية الإشكال الذي وقع في بلدة سرعين وأدى إلى سقوط قتلين وخمسة جرحة دهمت قوة من الجيش منازل عدد من المشتبه في تورطهم في الإشكال المذكور حيث أوقفت ثلاثة أشخاص وضبطت بحوزة بعضهم أربع رمانات يدوية وكمية من الذخائر الخفيفة والأعتدال العسكرية المتنوعة بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال وتم تسليم الموقفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وتستمر قوى الجيش بتعقب باقي المتورطين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص في صيدة شب حريق كبير في منطقة جبال الحليب داخل مخيم عين الحلوي سرعان ما توسعت رقعته بفعل الرياح القوية التي هبت مساء وقد شهدت أعمدة الدخان الأسود في سماء المنطقة لكن عناصر الدفاع المدني الفلسطيني تمكنوا من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل هذا وتسببت الرياح أيضا بأضرار في عدد من الخيم المنصوبة على الكورنيش البحري لمدينة صيدة حيث اقتلع بعضها فيما تضرر البعض الآخر ما أثار الهلعة في نفوس المتواجدين في المكان أعلنت منسقية التيار الوطني الحرفي قضاء بعبدة في بيان أنه في خضم التطورات السياسية التي حصلت في الساعات الأخيرة على خلفية السجالات التي حصلت بين التيار والحزب الاشتراكي حصلت ردود فعل عديدة وعفوية للمحازبين من الجهتين على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تجاوز بعضها المألوف في التعاطي بين أبناء المجتمع الواحد من جهته يهم التيار الوطني الحر أن يؤكد أن أي كلام مسيء صدر عن أحد منتسبيه أو مسؤوليه في قضاء بعبدة هو كلام مرفوض ومدان وهو لا يعبر عن موقف التيار بل هو نتيجة رداد فعل شخصية ناتجة عن الاستفزازات التي فاقمت هذا السجال السياسي كما يتمنى التيار على الأطراف الأخرى أن تحذو حذوه في تهدئة النفوس وإدانة كل الإساءات وإبقاء الاختلاف السياسي في إطاره الديمقراطي الراقي وقد جرت اتصالات بين النائبين ألاعون وهادي أبو الحسن ومنسق طيار بعبدة في التيار الوطني الحر باعتراف ووكيل الداخلية في الحزب الاشتراكي في المتن الأعلى عصام المصري واتفقوا على التهدئة وطي صفحة السجالات الحادة ذكر موقع النهار أن الرئيس المكلف سعد الحريري فوجئ بانفجار العاصفة الكلامية بين نواب تكتل لبنان القوي واللقاء الديمقراطي إثر تغريدة زعيم التقدمي وليد جملاط وبادر بعدما اتسعى نطاقها كثيرا إلى إجراء اتصالات ببعض المعنيين في الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر مستوضحا خلفيات ما جرى وما إذا كان التصعيد متصلا بعملية تشكيل الحكومة أو بعوامل أخرى ودافعا نحو التهدئة والمهدنة إلى ذلك قالت مصادر سياسية لصحيفة الحياة إن سبب وصف جملاط العهد الرئاسي بأنه فاشل من البداية هو يأسه من تصحيح العلاقة مع التيار ومع رئيس الجمهورية فأطلق تغريدته هذه التي أدت إلى رد فعل التيار العنيف وأضافت أن جملاط لم يكتفي بتوجيه الانتقادات لموقف الوزير جبران باسيل من قضية النازحين بل تجاوزه إلى توجيه سهامه نحو الرئيس مشال عون لموقفه الرافض مطلب الاشتراكي حصر التمثيل الدرزي به في الحكومة لا يزال الأمن العام اللبناني يدقق بأسماء أكثر من 430 شخصا شملهم مرسوم التجنيس الذي صدر أخيرا قبل أن يتم تجميده من قبل رئيس الجمهورية وقالت مصادر مطلعة على الملف للشرق الأوسط إنه حتى الساعة هناك 33 اسم أدرجها الأمن العام على لائحة ستتضمن كل الأسماء التي يجب أن تتم إعادة النظر بإمكانية منحها الجنسية من قبل الجهات المعنية ولفتت المصادر إلى أن هناك كذلك 90 اسما لا ينطبق عليهم شرط الإقامة في لبنان باعتبار أن أحد شروط منح الجنسية اللبنانية يجب أن يكون الشخص أقام ما مجمله خمس سنوات على الأراضي اللبنانية وهي الحالة التي لا تنطبق على كثير من المجنسين الجدد وأوضحت المصادر أن الأمن العام لم يصل حتى الساعة إلى خلاصة مفادها وجوب شطب عدد معين من الأسماء التي لا تستوفي الشروط كليا إنما ستنحصر توصياته بوجوب إعادة النظر ومراجعة طلبات بعض الأشخاص للحصول على الجنسية وأكدت المصادر أن اللجنة المعنية في الأمن العام تنتظر بعض المعلومات والوثائق من دول وأجهزة أجنبية لتبني على الشيء مقتضاه بهذا نأتي إلى ختم الموجز عودة إلى الحدث وكاترين شكراً كلارا برحب فيكم من جديد مشاهدينا أرحب من جديد بضيفنا في هذه الحلقة أنا أبسيمو أبيراميا وعضو تكاتر لبنان القوي أهلا وسلا فيك من جديد استيسيمو بداية رأيت الأوضاع هدئت أو بعد السجالات مرشحة لما سيد من التصايد بينكم وبين الحزب الاشتراكي بقول المثل دق الباب بتلاقي الجواب دق الباب بلاقي الجواب أو الأجوبة بس كان الجواب كثير يعني البعض بيقول أنه عم بيتسيأل أنه ليش هالقد كان السقف عالي ليش ذهبته نحو نقش القبور وإعادة يعني أحداث وأمور إلى علاقة بزمن تخطي اللبنانيون وعملنا مصالحة يعني هو انتقد بالسياسة ليش ما إجا كمان الرد فقط بالسياسة وبهالمرحلة تحديدا هلا كل إنسان عنده طريقة تعبير والردود الفعل يلي إجيت لأنه بعتقد هيدا كلام وسيء جدا بحق رئيس العهد رئيس عون وكل إنسان عنده طريقته بالتعبير أنا كان عندي ردود فعل واضحة خاصة لما قلت إذا الوزير جملات بيعتبر إنه هيدا العهد فاشل من أول لحظة بعتقد ما كان لازم يشارك بالحكومة وإذن بما إنه شاف إنه فاشل فإذا نتنزل يتفضل وما بقى يشارك حدا من أتباعه بالحكومة القادمة إذا ما يكونوا شركة بالفشل نا هذا رد مقبول بالسياسة وإنا ما عم نحكي عن ردود آخرين كالسي نبش قبور ليش يعني ليش رجعتوا لمراحل السابقة علما إنه خلاص ما حدا بقى من اللبنانيين حتى بيحب يرجع لهذه المرحلة خاصة مع النائب جملات صار فيه المصالحة ومش الحال نحن اليوم بمرحلة جديدة اليوم عالطول لما بدك تعمل تقييم لموقف ما فينا عالطول نحن نكون متسهلين متسامحين مع أشخاص طبقا لإنفعالاتهم وأهوائهم وحسب الوعي الصباح وحسب النوم من عشية وكلنا بنعرف إنه عم بحكي بالتحديد عن نائب جملات كيف هو مزاجه وما بيقدر هو يقرر شو الريتم اللي بدنا نتبعه بحياتنا السياسية أوكي الوزيع جملات عندهم متكل زعماء الميليشيات بلبنان عندهم صوابق وعندهم تاريخ وكل عالم تعرف هالشي بقى ما في عطول كل ما بدوا يمس بأشخاص باعتقد بجسده تاريخ وطني مشرف متل ما يدعون يلي هو اليوم صاري جمهورية لبنان إنه نضلي كل إنه بس نحكيه بالسياسي بدنا نذكره إذا أنت بدك تدق وتمس بهيدا العهد سمع لنا فينا نبلش معك بلايحة طويلة عريضة عن تاريخك عن مضيك عن سوابك أنا بتمنى ما نرجع لهذا الحديث حتماً ما هو لأنه العودة لهذا الحديث يعني تأجج أكتر الأوضاع السياسية كمان هو بده يتفضل يمتسل ضمن إطار محدد بده تعرف العالم كله إنه الرئيس عون خط أحمر الرئيس عون خط لك حق تنتقضي نهج تنتقضي ملفات بس هالزكزك الدائمة هال مثلا قصة التجنيس ومقاربة ملف التجنيس هل أحن نحكي فيه هل أحن نحكي فيه هل أحن نحكي فيه بس وكأنه هناك إرادة خبيثة أو نية مبيتة من أجل أنه هذا العهد ما يأخذ مساره الطبيعي الإنقاذي للبلد أنا أتقول عماد عون خط أحمر أنه بنهي نحن بنظام ديمقراطي والنائب جنبلاط اليوم رئيس حزب سياسي لا بس تألك شو أعلم إله حق ينتقد الرئيس يعني وين مشكلة بكل الأنظمة الديمقراطية يتم انتقاد الرئيس وين المشكلة كاترين أنا ما أقول أنه رئيس عون لا ينتقد أنا اللي أقول بالنسبة لأينا نحن الملتزمين بالطيار الوطني الحور يعني عاطين سيئة مطلقة برأي جمهوريتنا اللي كان مؤسس تيارنا خط أحمر هلأ لما بيخطئ منقول أخطئ بس أنا سؤالي بدي يكون بدي أحكي بالعكس طيب لو نحن عملنا كلمة شي عن الوزير جنبلاط نحن لو كنا البادئين شو كانت إجت ردود الفعل كمان اليوم أنت ببلد في كي بدي أقلك تراكمات تاريخية بالعلاقة بين كل القوى السياسية المطلوب أنه إذا بدنا ننسيها ما نضلي عطول نحرطة ونحركش أو كي تكون واضح بقى اليوم قلت لي بأول اللقاء دق الباب لقى الجواب أو الأجوبة نعم هلأ اللافت أنه مش أول مرة منعرف أنه نائب جنبلاط عنده ملاحظات على العهد يعني عبر أكتر من مرة عن هالموضوع يمكن هالمرة لأنه بتغريدة وهيكي بشكل مباشر أنه العهد فاشلوا من أول لحظة وأنما أكتر من مرة كان فيه انتقاد لكل الأداء حتى داخل الحكومة منشوف وزراء النائب جنبلاط بينتقدوا أداء وزراء التيار ونعرف أنه يمكن منه عامل فصل يعني بين التيار الوطن الحر وأداء وبين العهد واضح هيك بحسب كلام ومواقف النائب جنبلاط فبالتالي ليش هلأ تحديدا كان الموقف والثقف أعلى من غير مرة مش أول مرة بينتقد العهد لأنه فات من ملف فات من ملف شو النسحين؟ ملف النسحين ستكاترين ملف يؤذي جدا المجتمع اللبناني بكل جوانب والاقتصادية المعيشية الحياتية المالية اللي بديكيه وكأنه عم بيعير هذا العهد أنه حتى بموضوع النسحين فشل بإدارته إذا بدنا نحكي بالسرد التاريخي لهذا الملف أنا بيلك الوزير جنبلاط والقوى كلها الأخرى كانت مشاركة بالوصول لهذا الواقع المأساوي كيف؟ لأنه لما بيجي طيار وطني حر من أول لحظة بيعمل المقاربة السليمة ويلي هي بتصب المصلحة الوطنية تمثيل عنها أنابل موقوتي اسمهم مليون ونص أو مليونين نازح سوري وكانوا نحن واطعهم وهم نعم التهمونا بالعنصرية ورجع كرر هذا الكلام بالتغريدة باعتقد أنه إذا اليوم وصلنا إلى هذه الكارثة الإنسانية إن كان من قياة الكارثة اللي عم بيعيشوها النازحين لأنه نعرف أنه فيه واقع إنساني غير مقبول نحن بشر بنهاية الأمر والواقع الحياتي الغير مقبول والمعيشة من قبل اللبنانيين باعتقد أنه التالي وطني الحر من أول ثانية من أول لحظة بلشت الحرب بسوريا أخذنا مواقف حازمة وحاسمة وصارمة لو الكل التزموا بهذا الموقف ما كنا اليوم عايشين بهذه المقاربة كان فيه أطراف آخرين كمان أبدوا لمصلحة لبنان ولكن كانوا بيشوفوا أنه الأفضل استقبال هؤلاء النازحين جميعا وضع مخيمات لهم بمناطق حدودية حتى ما ينتشروا أنتوا عرضوا وقتا هذا الأكتلاح كان فيه عدة مقاربات بس تعاليك شعلي بنهاية الأمر بدك تشوف النتيجة شو نتيجة السياسة التي تبعت من قبل كل هذه الكتل والقوى السياسية اللي عم نعيشوا اليوم مظبوط ولا لا بس إليلي إذا معي حق إذا عم بغلط قولي اللي عم بتغلط أكيد لا شك أنه ما كان فيه سياسة عامة تبعتها الحكومة لا ما كان فيه سياسة شكل سليم لحل هالموضوع ما كان فيه سياسة زكية والتبعتها الحكومة تبقى اللي نحن قلنا نطرنا 6-7 سنين تعطونا حق العالم أنه ياريت لما التالي الوطني الحر حكي هذا الكلام اللي كل المتسألوا لقاله تذكري كل هذه المرحلة كمان اليوم إذا بدي أرجع تذكريك فيهم بدي أكتلالي عم تنبش القبور وعم بتذكر الزيارات يلي صارت على عرسان وما في داعش في لبنان متذكرك كل هذه المرحلة ما في داعش في لبنان وما في نصرة في لبنان خلصة الخبرية نعرف شو عنا العسكريين يلي استشهدوا الاحتلال يلي صار على أرض الوطن من قبل هذه التنظيمات الإرهيبية أنه أنا بدي ضلي كلمة الحقيقة ورن جرس الحقيقة والكل يهجموني لما يطلع معي حابة دي كمان كون ساكت ومستسلم بس اليوم المأخذ على أداء الوزير جبران باسيل بهالموضوع يعني مسألة العلاقة مع المفوضية العليا للاجئين مسألة يعني كيفية التصادل مع هالمجتمع الأسلوب يعني مش بس الاشتراكيين مع تركي رئيس الحريري كمان زعلي الوبات مش راضين على الأسلوب وبرك مع وحاق الوزير باسيل وأصلا ما معه حاق الوزير باسيل سؤال سؤال على الأسلوب مرحب وش أي أسلوب أنا بدي نتيجة الموضوع في عقدي اسمه جبران باسيل وفي عقدي اسمه التروطني حرف في عقدي أنه بعد منهم في كتل أو قوة بعد مننا حطة برأسها أو بعد مننا فهميني أو تقبلت واقع أن يكون هناك شخص اسمه لماذا لماذا مش رعون رئيس الجمهورية هذي كلا الخبرية طيب ما لقش طيب ما النائب راح جاب انتخبوا رئيس الجمهورية بدي خبرك خبرك يعني ما فينا كمان هلقد نكون يعني نتجاهل هذي الوقائق أنا طيب فيي يقلك بموضوع بأنك فتحت موضوع النازحين وموضوع علاقة مع المنظمات الدولية طيب اليوم لما أنا بعرف وبالفيديو الموثق أنه عندنا هناك مؤسسات دولية عم تستقبل نازحين سوريين وعم بيقولون ما ترجعوا على سوريا إذا رجعتوا يمكن تموتوا إذا رجعتوا يمكن تخسروا المساعدات اللي عم تخذوها هون طيب شو بتسميها هيدا طيب ما كان بيقدر الوزير لما عرف بهالمعلومات يعني يعمل اجتماع مع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية مع مزراء معنيين بهالملف ويأخذوا كلهم سوا موقف ما كان يتجنب هالزوبعة هلأ اللي عم نعيشوا كاثنين بدي إليك شغلي أولا ما طلع هاك وليد اللحظة هيدا كلام عم نردده وعم نقوله صرنا سنين وسنين أولا مع المؤسسات الدولية بالتحديد وكل كي بتعر كل كي انت والمراقبين بيعرفوا الصدام اللي صار بكتير من المؤتمرات الدولية حول مقاربة ملف النازحين نعم وبالتحديد من قبل الوزير بسيل وتانيا بالعلاقة أو بالكلام بالحوار والنقاش اللي كان عم بيصير داخل مجلس الوزراء أو اللي جان الوزاري اللي عم بتتابع عدد ملف من قبلنا وبالتالي ما انه وليد السطفي بس لما بيمروا سنة وسنتين وثلاثة وأربعة آخر شي منحكي هيدا الكلام بطلع الحق علينا وما حدا كان عم يسمع لنا بطلع بعدين الحق معنا بالتاريخ عم يعطينا حقنا بهذا الموضوع لا ساعت العالم بده تعرف انه في عالم كانت داخل هيدا النقاشات اللي عم بتصير عم بيكون عندهم مواقف سلبي من الاقتراحات طبعنا ومن المبدارات طبعنا بينما الآخرين مرئين الأمور طيب يوم ورا يوم احنا بدولة مؤسسات هذا اللي عم لكي الأسلوب اليوم المأخذ على الأسلوب لا انه شايف في شي غلط كوزير اكيد حقه يتحرك حقه يضوي على الموضوع وانما المأخذ من قبل المعترضين انه ليش تفرد بها الخطوة بها الطريقة لا لا يلي قد تصيق اول شي بعد عنا عقدة القناصل والسفرة نحن بعد عنا قوى سياسية بتعتلهم شو بدو يفكر السفير شو بدو يفكر هالأنصر شعار السيادة ما انه الا شعار عند هذه الكترة اللحظة ما تبغزيني نحنا هذا ما انه فقط شعار بالممارسة نحنا سيديين بالممارسة نحنا وطنيين وبالممارسة نحنا أحرار بدي يقولوا بهذا الموضوع انه عتلهم شو بده تكون ردة فعل المجتمع الدولي عم بيساهم بنحر عم بيساهم بابقاء النازحين السوريين باللبنان المجتمع الدولي عارف انه عنده خمسين خمس وسببين الف حالة ولادة سنوية بهذا البلد يعني نحنا بعد سنتين ثلاثة او خمس سنين كم رح يكون عنا نازح سوري مع الولاد وعم يخدموا مساعداتهم المالية وعم يكتسحوا انا ديك اليوم كان عنده اجتماع مع جمعية تجار جبال وكانوا بكذا قطاع وبالتحديد قطاع الالبس عم بخبروني كوارث فرص العمل كيف عم بتروح الشباب كيف عم بوقف شغلوا الى ما هوني لك نتيجة هذه المزحمة نتيجة مش عم بقول في مقاربة انسانية بأمل له حياة كريمة بس ما بيجي كمان بيستغل هذا الوضع الانساني وبينهي لي على وجوده وعلى كياني وعلى هويته وعلى أمني وعلى استقراري وعلى كل شي بس بدي أكمل بموضوع المقاربة اللي عم تحكيني عنا طيب لما نحنا عادينا عم نحكي هيدا الكلام والكل بقول مظبوط المشكلة النزوح مشكلة وقم بلي موقوطي طيب في مبادرات بدأت تأخذ لسا مننا فقط كلام مش بطلع أنا بإفطار ولا بمؤتمر صحافة بقول والله لازم ليني مشكلة النزوح حلو أكلنا نحنا هلأ كل اللبناني بقولوا النزوح مشكلة المهم كيف بدي أحل المشكلة اليوم نحنا ما بقى فينا نكمل بالتماهي والتناغم يلي عم بيصير مع المؤسسات الدولية يلي مطمنا بالها حطينهم باللبنان عم ندفع لهم شوية مصاري ويضلوا بعيد عنها طيب بس بالوقت بالوقت نفسه يعني المواجهة كمان للآخر مع المجتمع الدولي هل تفيد بحل الموضوع لا يمكن لهؤلاء أن يعودوا إلا بالتعاون مع المجتمع الدولي حتى لو كان في شكوك بنوايا هذا المجتمع الدولي والاستسلام النهائي للمجتمع الدولي بحل المشكلة بمكان ما ما بديك لقي توازن بينهم لابدي أعمل مشكلة وبعد ولابدي يظلم استسلم حرجع أسألك نفس السؤال هالمبادرة اللي عم تقول عنها اللي كانت ضرورية مثل ما عم بتقول ما كانت ممكن تصير وتتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة مع أطراف آخرين مع رئيس الجمهورية بسير في اجتماع بهذا الإطار موضوع بهذه الخطورة شفتي وين المشكل شفتي وين نحن إشكاليتنا أولا مع الإعلام وتانيا مع القوى السياسية أنه منلتهى منتلاها بأمور شكلية ومننصى المضمون أنا بدي لا بسمح ليهم لأنه هذا الموضوع الشكل عم بيظهر لبنان خارجا أنه منقص محيال موضوع بهذه الأهمية لأن شفتنا رئيس الحكومة مش راضي على هيدا الأداء في أطراف آخرين أيضا مش راضيين هل هذا يفيد لبنان بموضوع نازحي هذا الانقسام لا لا بتعرفي شو الإشكالية بيزعى الشباب أول شيء القصة مننا ضلت بالإطار عم تحكي عنه لا في عالم طالب والمجتمع الدولي عاقب الوزير بسير مسمعتي عقوبات دولية ضد الوزير بسير يعني القصة مننا قصة داخلية وعننا إشكالية كما بمقاربة الملفات عنا قادة سياسيين بعضهم بيعرق وعندما حدا بيحكي كلام ما أنه إيجابي بحق المجتمع الدولي ليه بعد عنا هذه العقدة من وقت ما لبنان أخذ استقلال وبعد عنا فكرة أنه السفير بيقرر والأنصر بيقرر والدولة العظمة بتقرر عن لبنان بعد ما مثل هلأ قصة الوزير بسير قصة السالون الشرف تعامل بالمسر مع كل القوى مع كل البلدان الأخرى عنده عقدة لبناني عنده عقدة مع المجتمع الدولي معتبر حاله أنه هذا المجتمع أهم منه أنا كيف بدي أفرض وجودي وحالي ضمن هذا المجتمع إذا بدي يضلي عندي قضة النقص اليوم نحن عم نتعاطى بسيادة مطلقة مع كل هذا المجتمع الدولي من ملف النسحين لملف السالون الشرف يلي هو يمكن سنوي نسبة مقارنة بس هيدا إذا بديك متكامل من قبل نهج نحن اعتمدناه كتيار وطني حر التيار السيادي المستقل هلأ بدي أرجعنا موضوع النسحين إذا بتسمحي سيد كاترين شو عطوا اقتراح وحلول الآخرين شو الاقتراحات أنا هلأ بروميس ألي لي كل القطل الأخرى شو عطونا اقتراحات عملية إلي لي هلأ هلأ بالبداية كان فيه اقتراحات أنه تقام خيامات لإيواء حتى ما ينتشروا مثل ما هلأ انتشروا مين اللي عمل هذا الاقتراح طيار مستقبل وكان في كمين أطراف آخرين دعمين وليه ما عملوا ما كان فيه توافق حوله لا نحنا ما كان هنا ما كان هنا ما كان هنا فيه ناس أساسيين رفضوا خافوا أن المخيمات تتحول إلى وجود دائم مثل التجربة الفلسطانية وما صار شي شو صار صار انتشار نازحين على مساحة لبنان واليوم عنا هذه القنابل الموجودة بكل لبنان مظبوط ولا لا اليوم اللي بدأ إليك لما بيكون عندك طيار وطني حر عم ياخد مبادرات معها مش معها بس عم ياخد مبادرات بظل السكوت والاستسلام والخضوع الكامل للقوى السياسية الأخرى سمحي لإليك أنه منيح الفين نحنا بتقليلي منك متواضع بمكان ما أقوات بدنا كمان نكون لا بدي أسألك إذا بتفيد هالمبادرات إذا ما كان فيه توافق يوم حوله من كل الأطراف الأساسيين حتما إذا ما فادت ما بتضر بس حتما الاستسلام بضر حتما أنه نمر الوقت ونخلي الأمور ماشي متل ما هي ماشي حتما بضر وبالتالي على ليلة عنا شرف المحاولة وشرف المبادرة من أجل حل هذه الإشكالية لأنه المأخذ اللي عم نسمعه من المعترضين أنه لما بتكون مبادرة هيك فردية وبها الشكل ومبدأت بلد تنسيق لا مع الوزارات المعنية ولا مع رئيس الحكومة عم تظهر تظهر وكأنه بإطار شعبوي أنه أنا يلي بدي أنقذ البلد من النازحين أنا يلي ما في حدا غير اليوم بالبلد شايف مصلحة لبنان وين لك بدي إليك شغلين طيب لا ما بيخدوها بمقاربة علمية وبمعنى أنه ما تكون قصة فقط شعبوية مثل ما عم تحكي ليه ليه عم نتعاطع بهذا الملف أولا مع مجتمع دول ما تقلق مطمن باله أنه بده يمنع تسلل النازحين لبلاده بالأوروبا وغيرها مطمن باله في بلد لبنان ضعيف عم نعطيه شوية مصاري بيحطهم عنده خلصة القصة هون تاني شي والأخطر لما بتقليلي أنه ليه عم تخدم مواقف متفردة تيب سؤال لما رئيس الجمهورية أخذ موقف بعد مؤتمر بدوكسل لموضوع النازحين متذكرة لا مش الكل وقفوا له ولا مش الكل وقفوا حده لا الرئيس الجمهورية أخذ هذا الموقف وما حدا ما شفنا ولا قوة سياسية أخذت موقف إيجابة بهذا الموضوع تانيا لما رئيس الجمهورية كان بنيويورك بالجميلة مومية والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يحكي كلام عن ابقاء النازحين ببلدان بالبلدان اللي استقبلتهم وحتى دعينا لا نجنسهم مظبوط ولا لا نوطنهم ونجنسهم طيب كمان الرئيس عون ما راح على ملبة دعوة العشاء طبعا رئيس الأمريكاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيب ما بسمع مواقف مؤيدة لا صار عندي شك أنه طيب هذا المجتمع الدولي اللي عم يعمل لنا ضغط أنه خلوهن عندكم وحتى بلشوا فكروا كيف يكون تخلوهن تخلوهن دايما عندكم بس ليه هون في سؤال ليش المجتمع الدولي حسب ما عم بتقول بنفهم أنه ما بدوا ينهون يروحوا على دولهم على دول الأوروبا بفضلوا يبقوا هون بس لما بيكون في خيار موجود أنه يروحوا يرجعوا على بلادهم ليش المجتمع الدولي بدوا ينهون يبقوا بلبنان وما يرجعوا على سوريا خليني بس تكمل بس أقلق لما عند هذا المجتمع عم بيحكي هذا الكلام وفي رئيس جمهورية عم بيقف ضد عم ياخد موقف ضد وكتل سياسية لبنانية معانية بالمصلحة الكبرى الوطنية ما عم تاخد موقف وما عم بتأييد موقف رئيس صار عندي شكوك شكوك بشو شكوك أنه فيه ناس بدل نزحين يبقوا بلبنان أي حول الوزير لأي سبب ما بعرف ما بعرف يا أما لتغيير ديموغرافي ما يا أما ما بعرف ما عندي فكرة هيدا يا رات بعرف لو بعرف كنت بقدر كون شوية أوضح إذا بدك بالمقاربة بس أنا لما بشوف أنه بلدي عم ينهار ومصلحة الوطنية العليا بخطر في هذه المواقف المتماهية أو المتواطئة مع هذه القرارات للمجتمع الدولي عندي تساؤلات سألتك ليش المجتمع الدولي بحسب رؤيتكم ما بدوا الناس حين يرجعوا على سوريا قلنا أنه فهمنا ليش ما بدوا يرجعوا وما بدوا يروحوا على بلادهم وفضوهم يروحهم مش على دول أوروبية طيب ليش ما بيرجعوا على سوريا شو مصلحة المجتمع الدولي بيابقاهم بلبنان أنا علي شوف نتائج هذه السياسة الخلفية تبعهم ما بعرف يمكن يكون عندهم إعادة النظر بالحدود والخرائط ما بعرف ما بدي يروح لهالسيناريوات الكاريسية يمكن ويمكن هيك استلشاء بس أنا بهمني بنهاية الأمر لا بدي بعد وبلش يعمل تحليل عن مواقف هذا المجتمع الدولي لا أنا أزل لأنه تهم البعض يشوفها مش منطقية تجاه عودتهم إلى سوريا تحديدا منطقية إنه ما يروحوا على دول أوروبية بس مش منطق إنه ما يكون المجتمع الدولي بدون يرجعوا على سوريا أنا اللي عم بقوله بهذا الموضوع أنا بهمني بكال القصة أنا وين مصلحتي وين أنا كلبنان وين مصلحتي مصلحتي نفذ هذه السياسة الدولية أو مصلحتي شوف مصلحة لبنان كيف يرد النازحين إلى بلادهم هذا الموضوع وهون أنا بتمنى أنه رأي العام اللبناني يكون عنده الحس النقدي ليميز بين المواقف العملية والجريئة والمسؤولة وبين المواقف المتماهية المتواطئة الاستسلامية طب هلأ وين صار الموضوع من بعد كلها يعني العاصفة اللي صارت حول موضوع النازحين والأزمة مع المتواطئة كان بسويسرا كان بسويسرا عمل لقاءات مع المسؤولين عن هذا الملف راجع اليوم بعد عودته وبدو يكون له لقاءات حتما مع المسؤولين اللبنانيين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بدنا نحط رئيس مجلس النواب بنتيجة هذه الاجتماعات ونحن كتير وطني حر رح ناخد مبادرة هذا الأسبوع هيكون عنا جولة على عدد من القيادات من أجل أن هذا الملف نشوف خيال شو بدكم نقول له نحن شو مقرابتنا وتفضلوا لنا شو بدكم عندكم مشكلة مع رئيس الحكومة من بعد لأنه كان في استياء أنه هذا نوع من تحييد لرئيس الحكومة وعدم ادخاله بهالموضوع وعنوع من قفص فوق صلاحياته كان في كتير كلام سمعت كلام سمعت كلام علني وإعلامي من حدا بهذا الموضوع ولا قصة تحليلات تحليل صحفية أستاذ نديم الملة يعني أنه ما بدنا نركن له موقفه نتجاهل موقفه رئيس الحرير رئيس الحريري ما قال شي بهذا الموضوع طيب بس مستشاره لشؤون الناس حين حكي بالموضوع ما بنتوقف عندها الموقف بلا بتوقف عندها الموقف وحتما يمكن كان فيه عتب بس أنت بتعرف أنه صار فيه لقاء بين الرئيس الحريري والوزير بسيل وهذه الأمور كانت لكن ما حدا يفكر شيء ما كان صحيح يعني أنه كان عنده مأخذ أو ملاحظات ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما صار لا قبل ولا بعد ولا خلال بس تبدأ لك أنه بقدر أكد لك بمعرفة الوسيئة بعمق العلاقة الموجودة بينها والتفاهم بينها وبينها المستقبل لأنه لا نتوقف على الأمور الشكلية وحتما الرئيس الحريري يمكن قال له شيء للوزير بسيل والوزير بسيل حتما شرح رئيس الحريري خلفيات أو توقيت هذا الموقف بس بدر أقول لك أنه ما حدا يلعب بهذا الملعب لأنه التفاهم مع تلك المستقبل ما رح يتوقف عند هذه الإشكالية الطفيفة نعم طيب بالعودة للعلاقة مع الاشتراكة حسينا ببعض التغريدات في ربط بين زيارة السعودية الأخيرة لنائب جنبلاط وبين يعني هذا التصعيد وهذه التغريد الأخيرة المنتقدة للعهد ليش ربطته شو علاقة السعودية وهذه الزيارة بموقف من العهد مش أنه ليه ربطنا أنا بدي أتوجه لألك أعلمي أنت تراقب شو عم بيصير بالبلد وشفت أنه إجا هذا الموقف بعد الزيارة حتما من بديهيات الأمور ومن طبيعة الأمور أني تسألي حالك هل هناك ترابط ما بين هذه الزيارة والكلامي اللي نقال وهذه التغريدة في عالم اعتبروا أنه يمكن هناك قرار أو هناك إحاء سعودة بهذا الموضوع أنا شخصيا ما بيقدر إليك علميا ما فيه إثبات ما عندي إثبات بس فيه الأشخاص مثل كنت عم تحكيني بأول حالة أنه يلي بده يعبر عنده حرية الرأي بالتعبير في عالم أوريوفية يمكن أنه أن يكون هناك تماهي بالمواقف أو هناك نتيجة هذا اللقاء أنه فيه تواجه جديد عم بينرسم بلبنان أنا بتمنى أنه يكون لا لأنه القصة ما نهينا ساعتها بتكون يعني بيكون نرجع من فوت الفتيل الفتيل التدخلات الخارجية بالداخل اللبناني وبتمنى أنه الأمور ما تكون صحيحة مثل ما أرينا نرجع نتذكر أنه كان فيه انتقادات للعهد ولأداء التيار وما إلى ذلك قبل هذه الزيارة حتى هون ساعت اللي بدك نفتح كل الملفات هلا رح نفتح الملفات بعد الفاصل ما عندي مشكل نعم بس اللي عم بيقول لك أنه له حق المراقب السياسي والإعلامي والمواطن أنه يسأل حاله عن هذا التوقيت بعد هذه الزيارة أصلاً النائب جنبلاط معودنا يعني هديك اليوم وصل لي كمان الصورة أنه شو حكي بعد لقاءه مع الرئيس متفقين مع الرئيس عن السبب الوطنية ونجاح العهد ومعرف شو بعدهم تسمع كلام آخر يعني هذه النطات نرجع نذكر أنه انتخب العم دون رئيس الجمهوري نائب جنبلاط وقال أنه فتح صفحة جديدة مع الرئيس عم ما قلت لا وبالتالي اليوم لكي بدك إليك شغلة بحقولها مثل منا فجي بعتقد نائب جنبلاط منه مبسوط من نتاج الانتخابات النيابية اليوم كان في عصر زهبي تبهي ما عم بقولها من باب الزجزكي بس عم بقولها من باب الواقعية نائب جنبلاط على مدى سنين وسنين وبالتحديد بعد الطائف وكذلك بعد 2005 كان عمي لعب دورة أساسية ومحورة بالساحة السياسية اللبنانية كان كلهم بيسموا بيضة الإبان بعتقد نتيجة التفاهمات التي صارت بالبلد طيار حزب الله طيار قوات لبنانية طيار مستقبل اثنين نتيجة الانتخابات النيابية والقانون الجديد والنتاج لأفرزته هذه الانتخابات بعتقد بطل عنده هذا الموقع بعتقد عم بحكيكي تقصد يعني هولا أندرزيا عم تحكي من ناحية النواب المسيحيين يعني ما يشكل يعني اليوم كان في 14 أزار و8 أزار وما كان حدا عنده الأكترية كان الوزيج نائب جنبلاط هو الكتلة الملك إذا بدك إنه لما بده بيمشي مع رئيس مئاتي هلأ هذا الموضوع بطل بموتنا واليدان مش هناك بده يقوله من باب النكتة ويخده من باب النكتة يمكن لما بيقعد بينه وبين حاله يوصل إلى هذا الواقع بتسلى بتغريدي بيسلينا شوي اليوم في كتير لبنانيين عم بيسألوا مواطنين عاديين شو حقق هذا العهد عندهم مآخذ كتير كانوا يمكن نطرين كتير إشياء لأنه كان في أمل كبير من هالعهد هلأ نحكي بالتفصيل بعد الفاصل شو حقق هذا العهد ليش في إشياء ما تحققت يمكن كان فينا الحقق وشو الوعود كمان للمرحل المقبل نحكي طبعا أيضا بتوقيت مسألة النازحين لأن البعض ربطها بأزمة مرسوم التجنيس وراح نحكي طبعا بتأليف الحكومة الموبيلة بعد الفاصل خليكن معنا فيك توقف من وقت لوقت فيك تفكر وتسأل حالة مئة سؤال فيك تنطر بس ما تطول ترجمة نانسي قنقر تقدمنا فأشعلنا فتيل الصناعات حملنا مع الجسور أفقالها وكنا الصلابة لكل بناء موس لبناء أكثر قوة صوت الصلاة صوت الصلاة في الحارة يا أرجو عكاش أنا يا أبو الأز عكاش وبيدي الأتاوي وبيدي ابني معها هلأ عن جد أبي حرامي وممني ما خلي حضي يقف بوشي أنك تفوت على الحارة بدون ما تاخد إنسل الزعامي والعضوات هاي مواردة بنوب مواردة بنوب خاتون الجزء الأول ابتدايا من الخميس 21 حزيران 6 العشة المساء على الجديد بالحلقات الأخيرة من موت أميرة بترجيك ما بقتل تصرفي والساعة درقا نهيئيا لو نزلت السماء على الورد أنا مستحيل بقى أنه خليها تشوفني أو تحكي معي ميريام إلا حساب تاني عندي بنتروح أعد معك قد راحتك وتطلع فيها تتشبه إذا انتهت العلاقة مش معنات انتهى الحب لما شايفة غشة سطل ضاع موت أميرة بحلقاته الأخيرة ليلة 8 ونص المساء على الجديد بالحلقة الأخيرة من الغريب في خيرك ما اصطلنا لهون لا لا أنا بلاحه قبلك هذا القرار أخذته ونلطط هالسروي هاي كيف قدر يجمعه جزلي على أول طيارة مغادرة نزعتلنا حياتنا كل يادنا شو أمشي ضاع بالحلقة الأخيرة من الغريب اليوم أنا بعض الظهر على الجديد عطر الشام بالجزء التالي بحلقاته الأخيرة أنا شايف أنه أنت ضعيف وأعتمد عليك ما فيه وأنا مستدقى أدفع كل ماليتي بتشخطوه هو وسلاحه فوتو قعد تشوف لوين يفوتو وممكن بي أنا بليلي ما في أضوطهم وأنا ما عبدي شوفك عمرينك إن شاء الله هو أنت شك لك من حلال ولك أسعاد مصحي أو كل شي عم تقوله كذب لصفتك شو در بيالبيل تبروني واحد منكم وحبي الساعدكم عطر الشام بالجزء التالي بحلقاته الأخيرة يومياً 12 نص ليل على الجديد بالحلقات الأخيرة من وردي شمية غابة عزيزة يا خانو فيها إنا يا ريتها تموت رح جيب مرتي بتسكم معنا بالبيت وردي ما منوط تدعس هنا بتسمعه مين هو هاد؟ بي حالين جايبين من خدامة جديدة للخانو البني صار خطر عليهم بس رح لك كل شي مين اللي قتله؟ اسمه عاصم المنتوف اسمعت الصوت اللي اسمعتوه؟ صوت شو؟ وردي شامية بالحلقات الأخيرة يومياً 6 إلى 10 المساء على الجديد أنا أبو عبدالخول أنا معه ولدته بتمي معلقة الذهاب أنا أجيت على الدنيا وأنا فقير أبن فقير الرزق لازم يتجمع بإيد وحدة بس وهي الإيد هي إيد أبونا هذا الولد حصري بالدنيا هو الوحيد اللي حيرفع لي رأسي طبعاً بتمعنا كل شي بلنا شاكت اللي تشديتي؟ اللي عم تخبيه الشاك بيو هي شي كتر بدأنا كطويلة كالهلات شو اللي خايف تشوفه بالمرأة؟ الندم ابتداء عن الثلاثة 18 حزيران يومياً خمس بعض الظهر على الجديد منتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي أنا أبسيمو أبيراميا عضو تكتل لبنان القوي منتابع معك أستاذ سيمو وقبل ما نحكي بمرسوم التجنيس خلينا نحكي بمضمونة تغريدة شو بدنا بالحززيات وبي ليش النائب جندلات غرد هيك وكل شي حكيناه بأول بأول محور من هالحلقة طيب لا توافقون على فكرة أنه فعلاً هذا العهد لحد هلأ إنه ما فينا الحكم عليه بشكل كامل بعد ما انتهى وأنما أنه خيب أمل الكثير من اللبنانيين لأنه نوضعت فيه يعني أمال بشكل لم يسبق له مثيل منعرف أنه الرئيس القوي لأول مرة بيجي رئيس هالقد قوي يعني خاصة عن بعض الطائف من بيئة مسيحية وازنة من كتلة نيابية 27 ناية كان فيه توافق سياسي استثنائي على الرئيس عون يعني إذا بدنا ناخد القوات كيف يعني المصالح الصالح مع القوات التفاهم مع حزب الله النائب جنبلاط حتى انتخبوا يعني المستقبال يعني كلها التوافق السياسي فبالتالي كان فيه أمل كبير وإيش الرئيس حكومي قوي على أساس يعني كمان ببداية العهد وعندنا رئيس مجلس نواب القوي ما أنتوا مع حكم الأقوياء طيب شو صار ليش ما كانت الإنجازات تعقد الأمال تعرف الشيء اللي بس بدي أقول نكتي هيك جيتني هلأ أنتوا عم تليل عن تغريدة النائب جنبلاط تعرف في ديكارت بيقول بالفرنسية وأنا أفكر أنا موجود نائب جنبلاط أنا أغرد إذن أنا موجود يعني عطول صار هويته وهوسه يعمل تغريدات وتخلق هيدا الجو وتتناله وسائل أكيدو نحنا بس اليوم زعيم يعني لبناني بحجم بس عم بليك بحجم واليد جنبلاط يعني بحاجة لا تغريد إلا حتى يكون موجود ويسبوك هذا كتعم بليك يا قبل الفاصل إعلاني إنه صار عنده هيدا الهاجس إنه ما كنت أنا ماسك اللعبة بطلت ماسك اللعبة كيف بديكم بس نرجع للسؤال بس نرجع للسؤال على المضمون يا سيد كاترين لما أدعون لما نتخب رئيس أول شيء ما كان فيه هذا التوافق السياسي العاري ما اللي عم تحكي عنه كان فيه كتل ضده كان الرئيس بري كان المرأة دائلة ما هناك بس حتما كان هناك كان هناك أكثرية ما كان فيه إجماع لأنه تلي توافق وإجماع لا يعني اليوم لما مثل الوات اللبنانية بس ليس هذا الموضوع صار فيه تحولات مستقبل لما فينا ما نتوقف عندما تحولات الأستثنائية لما يدعون كمان قال كلمة أساسية أنا عهد المنتج الفاعل سيبدأ بعد الانتخابات النيابية شو حق هذا العهد بسنة ونص أولا أنت بتعرفي أنه هناك كان شواغر بالكثير يعني إذا بدي كرر يلي العالم سمعه ومعط بس تألك شو قصدي بديك تروحي على حرب بديك تجيب تحضر الزخيرة والجيش مظبوط ولا لا بديك تكون عندك العتاد والعديد اليوم استلم رئيس الجمهورية بلد مع إشكالية اقتصادية مالية كارثية وبيه وضع أمني غير مستقر تذكر أرسال يعني أنا وياك كنا ببيروت على أربعين كيلومتر من الداعش والنصر قاعدين الشباب وموجودين وعنا أسرى لبنانيين من الجيش اللبناني ومن قوى الأمن بالموضوع الأمني بدنا ندق هون ما في خشب كله أزاز بدنا ندق على الخشب لنول طيب ما في خلاف على الأنجاز الأمني لا 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 ما في خلاف يعني هيدا من البديهيات البعض بيشوفوا يعني بالنهاية اللي أمد واجبة بوقتها طيب ما أنت بديك تقرنع مع شو كان موجود قبل اليوم لبنان عايش حالة استثنائية من القرار الأمني من الاستقرار الأمني نتيجة سياسة مسؤولة حكيمة عتما دا حتما رئيس عون لأنه كمان جاي من خلفية عسكرية وكان عنده علاقة علاقته الاستثنائية مع القوى العسكرية والأمنية كلهم بشهدولوا بهالشي ما بدنا ننسى المظلة الدولية كمان ما قلت لك لا ما قلت لك لا بس العم بقوله شفتي عالطول بدك تخففين حتى نعطي يعني البور والكونتر كما يقال أنا شغلت اليوم أني أطرح لك وجهة نظر الآخر مظبوط بس كمان بدك تكوني واقعية وتقولين بلا صار فيه شغلات بقى اليوم تحرير جرود عرسال من الاحتلال الإرهابي هيدا إنجاز بصب بخينة أو بسرعة الاستثنائية اللي صارت وقتهم تحت اثنين قلت لك رحين على حرب تغيير وأصلاح بدك تكوني مجهزة الزخيرة وبدك تكوني مجهزة الأشخاص كان عنا شواغر رهيبة السنة ونص يلي مرأوا كان ثلاثة ربيع القرارات بمرس الوزراء هن تعينات بمراكز أساسية بالدولة اللبنانية بس هالتعينات زيتا باعتراف الرئيس نفسه بعد مرور سنة على عهده بلقاءه مع الإعلاميين كانت على أساس منطق المحاصصة بس ما قلت أكيد يعني لم ينجح لعظة لعهد هون تنبلش من هون شو يعني المحاصصة؟ بإلغاء منطق المحاصصة اللي هو سبب علت ليهم كل شيء اللي عنا بالإدارة لا 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 بسمحي لي اسمحي لي هيدا البلد قائم على التعددية الطائفية وقائم على هالتوازن الاركيك بين مكونات المجتمع وكل طائفة وكل كتلة بتحس حالها مكون أساسي بهيدا البلد تتطمني كل هذه الكتل والقوى والمكونات الطائفية لهيدا البلد بدك تحسسيهم أنه عم بيشاركوا بالقرار من خلال أشخاص سمنا بالبراشويت أنه في أشخاص بدون ينمسلوا هذه القوى موجودين بيكونوا داخل الإدارة اليوم القصة مش رسلت محاصصة أنا ضد المحاصصة الفاشلة أنا مع المحاصصة الناجحة المنتجة يعني لما أنا بجيب حدا للتيار أو عالم من تميلة المستقبل أو حركة أمل أو 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 بس كفؤين بيتمتعوا بالمصدقية وبالاستقامة وبالنزيها ما عندي مشكلة بس هون كما أخذ عليكم الاستأثار يعني أنه يمكن جبتوا ناس كفؤين في إليك شغلين ما عم بحكم على أشخاص عينتهم في إليك شغلين وإنما يعني الأغلبية كانوا من الطيار الوطني من المناصرين من المؤيدين ما فتحتوا مجال أنه كل الآخرين أيضا يكون عندهم خصة أنه يتمثلوا هيدا خطاب القوات اللي بيسمعيك مش أنا اللي بيسمعيك أنه حركة أمل ما عندهم حدا عم يكي مسيحيا ما عم تقول محاسسة أخذتوا الحصة المسيحية عم نحكي هون عن حصة المسيحية لا لازل طلع لنا لألنا ولألهم طلع لتايا وللقوات لبنانية الفرق الوحيد أنه اليوم عندك كان عندك 21 نايب تكتل تغيير وإصلاح وعندي 8 نواب قوات لبنانية اليوم صرنا 30 29 نايب دوبي يعني أكيد لما بيكون عندنا 2 لألنا عم يطلع لهم واحد مع أساس في ورقة منضية أنه مناصفة التعينات والوزارات عم نحكي مش بالتعينات كنا عم نحكي ما فهمنا أنه التعينات كمان أنه اتفقتوا هيك فهمنا لكن الحكومة اللي ما رأيت كان في نسيلي حصة الرئيس يلي كمان كان ليا أشكالية وبعدين جمدت لأنه فهموا أنه ما لازم حدا يبعد بهذا الموضوع لأنه هيدا مش بس عرف هيدا في رئيس جمهورية وموقع بدنا نحصنه بس اليوم لما بتشوف أنه كان عندك ثلاث وزراء أو أربع وزراء بينتموا للقوات اللبنانية لأنه وقتها بتعرفي كان فيه ثلاث وزراء مع ميشيل فرعون اعتبروه الرابع نعم نحنا زيت الشي كطيار وطني حر ما كمان ما فيك يتقارن القوات مع التيار يلي متحلف مع التشناك والأمير طلال أستان عم نحكي تيار قوات نحن بالحكومة بسيحنا بعد ما كنا عم نحكي بالتعيينات أنا عم بحكي ما انتفقتوا أن التعيينات كمان فيه مناصفة لا لا ما كان عنا بالموضوع مناصف عم سيل فيه التباسات على ما تم الاتفاق فعليا هلا تكمل تكمل خذي مثلا الجماريك اجي المدير عام بدري ظاهر اجي مدام الأزة عن القوات يعني وينما كان كان فيه حضور قواتي هلا بيتمنوا كان يكون عندهم أكتر حتما مثل كل الكتل أو كل القوى السياسية أنا بهمني بكل هيدا القصة منه منه هون أنا بهمني أنا بهمني الأشخاص يلي تعينوا كفوئين نازهين مستقيمين عم يعملوا انتجية أما لا هيدا السؤال هيدا يا المعيار يلي على أساس وبيدي حاسب اليوم أنا بدي أعطيكي مثل صغير إيطاليا دولة أوروبية عزمة مظبوط ولا لا كان عندها مشكلة اسم الفساد ميت أكتر من 16 قاضي إيطالي ميت أكتر من رئيس وزراء ألدومورو وغيره أتلون بظل محاربتهم للإرهاب أخذت لصة معهم 16 سنة إيطاليا دولة أوروبية ديمقراطية عريقة أنا معمول بدني أخذ 16 سنة أنا بس عم بطلب من العالم يعرفوا إنه ما حدا بيقدر ينام يوم الثانية عشية ويوم الثلاثة الصباح ويوم الثلاثة الصباح بطل في عجل تسير بطل في نفيات بطل في صار عنا كهرباء صار عنا ماء صار عنا 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 كل الأمور المطلوبة صار عنا ضمان شخص بس خليني أقول لك شيء اليوم تماما موضوع النفايات طيب أنا أتيت على ذكر النفايات هل يعقل أنه هلأ شو بنانطر حكومة العهد الأولى يعني لحتى تشبز بالمطلوبة لحظة 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 بس خليني وكيف يصارت البيئة معكم ويصارت مكافحة الفساد معكم يعني الكهرباء معكم رأجيب بك أنا مقلت لك لا لهلأ فيك تقوليلي الوضع بعده هو ذاته بموضوع الكهرباء مثلا معمل دار عمار يلي كان فيه إشكالات عمره أربعة سنين نحل المشكل من شهرين معمل الجي يلي كمان بإعادة تأهيل أطلق اليوم اللي بدأ إليك أنا عندي بجبال سد جنة يلي كان فيه إشكالات كبيرة عليه ماشي سير العمل فيه يعني بعد ما فينا نتجاهل شبهات الصفاءات والفساد يلي شابت موضوع الكهرباء والبواخر والمنعصات ويلي الناس كلها عيشتها على مدى السن ونصف الماضي يتفضلوا ويتفضلوا هلا عند أنا أطلق التحدي في شيء التي خطير جدا في شيء اسمه شبهات شو هي الشبهات في عالم إجوا أطلقوا بس معديك اليوم حكيونا عن يخت لسزارة بخليل 75 مليون دولار الو اف بي شو اسمه عده جبران بسيل عليك بالكهرباء لما إجارة مناقصات ترجع بترد مرتين على مجلس الوزراء المناقصة يعني صار فيه إثباتهم بطل في شبهات شو الإثبات أنه كان في شيء غلط لا في شيء غلط أنه كانت عم ترسك أكتر من مرة في عالم بدون يعيدوا الأمور بالمسار تبعوا وفي شيء اسمه صفقات في إليه يجب أن تتبع والأكترية المجلس الوزراء بدونها تتبع وفي شيء اسمه إخذ مصاري خلينا نكون واضحين إذا في حدا إخذ مصاري يتفضلوا هلأ سيمون أبي رمية نائب التائر وطني الحر والملتزم من سنة 1988 يتفضلوا وأن أول إنسان سأطالب بمحاكمة مين ما كان إذا كان حتى مؤسس تاريخي للتيار بس ما بقى مسموح التماد الإعلامي والتضليل والتشويه تشويه وسامعة الأشخاص ما بقى مسموح نحن عملنا كتاب اسمه إبراء مستحيل والسأمي وين صار؟ هذا ما أخذ عليكم كمان لا حسبته ولا سألته عملته موازنتين بلا قطع حسين خلافة للدستور وخلافة لمبدأكم بموضوع المحاسب لما بيجي قطع الحساب ساعتها الأبراء المستحيل بيبطل إله معنا أبراء المستحيل وصق وصق شغلات صيرة بحق المالية العامة والخزينة الدولة وين هو هلأ هيدا؟ يحوي موجود بالجرور؟ لا من هو بالجرور لكن إحنا عنا شرف نكتب وإنه نمضي الآخرين كلام مصدر موصوب أنت اليوم على حلف مع تيار المستقبل إبراء المستحيل كان بيستهدف بشكل أساسي السياسات الاقتصادية يستهدف يستهدف معنا مشكل مزبوط بس تألك شغل الفرق لأنا اللي أعبرك يا كتبناه وبعده موجود وبتصرف الرأي العام وبانتظار قطع الحساب تسمعيلي بس نعم صدر شو يعني يعني نحنا قلنا بالعهود السابقة صار فيه إشكالات مالية يمكن سرقة يمكن هدر يمكن عدم دراية بإدارة الأمور حطينهم بالكتاب تنقدر نحنا نأكد إذا المكتوب بالكتاب مزبوط أو لا بده يجينا من وزارة مالية قطع حساب لمالية الدولة ومتى رح يجيها القطع الحساب موعودين هلالحاء علينا سيد كاترين لا عليكم أنه أنتم المأخذ اللي عليكم أنه عملته قبلته أنه يتنعمل الموازنة خلافا للدستور بدون قطع حساب لأنه نحنا قلنا بدنا نمشي انتظام الحياة العامة وحطينا بالموازنة تعليق هذا الموضوع لأنه وعدنا وزير المالية أنه بمهلة أقل من سنة بده يكون مقدمنا قطع الحساب صحيح وأخذ الرئيس هالأمر على عاده وإنما لما وزير المالية بيطلع بيقول بمجلس وزالة بوزارة المالية ما في وراء ما في حسابات كله ضايع كله المهلة فوضى بالأردام كيف بدنا نوصل أن نرح يعمل قطع الحساب يا نحن منكونوا مغلطين طيب قصة ما طلع قطع حساب ما قدروا يعملوا قطع حساب لأنه هالأد في فوضى وهالأد ما في ملفات وكله ضايع مثل ما قال وزير المالية ساعتها ساعتها بيكون نحن عايشين بشريعة الغاب وساعتها بيكون لدينا مواقف بلحظتها هلأ خليني قلليك أنه ترفيلي بشغلي على القليل أنت قلليلي هالبور بمصلحتكم أنكم أنتوا عم تحكوا وتكتبوا عم بتوسقوا اللي عم تتهموا فيه بينما الآخرين كلام بكلام مظبوط ولا لا اليوم في عندي يعني الكتاب يلي كاتبينه ما فينا نقول أنه فعلا هيدا يعني يشهد لألكم فيه إلا إذا رحتوا فيه على الآخر وقالا شو بينفع شو بينفع الكتاب بالجرور عظيم علق ليلي كتبناه وقاللي كرحين فيه على الآخر الآخرين لا كتبوا كتاب وياخدين مواقف إعلامية ما قاله أي مستناد قانوني ولا مستناد ولا ورقة فرجونا إيها فقط كلام بكلام علتلك بقى هالطريقة التضللية الدائمة من أجل تشويه صورة الطيار الوطني الحر صارت مرفوضة وكل واحد بده يهجمنا واليوم راح راح يلاقي جواب خليني كمل نعم خليني كمل خدر عم بتقليلي شو عمل العهد غير الاستقرار الأمني والسياسة عمل انتخابات بعد تسع سنين بعد تمديدين نحن كنا رفضين يعني هذا طبيعي اليوم هل يعقل ما كان عم بيس كان شي غلط قبل اليوم ممسينا بطريق صح بطريق صح أنه يعتبر إنجاز اليوم يعني وهذا من البديهيات أنه أي عهد يعمله يعني قانون انتخابات علما أنه كان في كتير شوائب فيه وملاحظات عليه يعني وإنما للآنون عم بحكي وإنما هذا شي طبيعي اليوم إذا طلعت حكومة عملت موازنة من نقلة برافو ونهنية مثلا أو إذا طلع عهد عم الانتخابات ما هيدا طبيعي يعني قبل كان في شي غلط ومنا ننسى كمان كنا بفراغ رئاسة كمان يعني على مدى سنتين ونف وإنما يعني هل هذا أنجاز أو هذا من البديهيات يلي لازم يعملوا العهد والحكومة والكل يعني خلصتين تفضل عظيم في ترين كان رايح على الهوي رايح هيك جينا نحن ازجحنا الترين ردينيه على المساري الطبيعي كي رايح على الهوي على الكارثة طيب هيدا بحث ذاته لما بيجي شوفير الترين بيوقف أنه هذا الترين يظل مكمل بمسلسل رايح على الطريق الهوي وبرده على الطريق الصحيح هالشي بتعتبريه إنجاز أو لا بس تعرف أنت بتقلي لأ شي طبيعي أنه الشوفير يرد الترين على الطريق الصحيح أنا بيلك بالإدارة السيئة اللي كانت موجودة في لبنان كان رايح الترين لهنيك وما حدا عم بيقول شي والعالم كله بين بعضها تقول يا عمي في كارثة إجا إنسان رد الترين على الطريق الصحيح هلأ صرنا على الطريق الصحيح هلأ هيدا الترين بد يوصل على المحطة عم بسط الأمور بهذه الصورة تلرأي العام يفهم اليوم بدنا نوصل على المحطة شو هي المحطة المحطة هي ما خليني تكمل نأمن ماي للعالم عم بحكيك بديهيات الحياة الكريمة لحيا الله مواطن ما هو دي الناس نطري ضمان شيخوخة لا مركزية عجلة السير نقضي عليها الموجودة أنا بتروح من بيروت على جبال كل يوم بعد الظهر بيقعد ساعة ونص عظيم النفايات كل هيدا الملفات الشائكة يلي صر لها سنين وسنين متراكمة أنا اللي بدي أقولك يا اليوم بالإضافة أكيد للوضع الاقتصادي الكارثي يلي نحن وردتن هلأ وردتو بس كمان الأرقام عم تتراجع يعني ما تقدمت ولا فشطة فما قالتلك لا أنا ما عمل لك لا ما عمل لك لا وأنا برأي سادر ون يلي نعمل هاو دي رح يأمنون لنا نمو أولا رح يجو ضمن إصلاحات بنيوية مطلوبة اثنين رح يجو لخلق دورة اقتصادية بالبلد ونرجع نخلق نمو خلق فرص عمل استثمارات بالبلد ترجع بتعيش كل القطاعات اللي العليقة يعني كلام حلو كتير كلام بجنة وكل الناس بتتمنى أنه يسير مين يسعد اليوم بزاحتشا كلها تحقق ست كاترين ما بعدني عم بلك أنت المشكلة اللي بينه وبينيك بديك تنام يتنام يتنين عشي تقوم يتل تلاتة صبح صار عنا تيونال تحت صار عنا تيونال بحريصة هيك تنامو بدنا يكون في مؤشرات شو المؤشرات عم بلك شو هين المؤشرات قلتلك الترين كان رائع الهيو ردنا ينار هذا عبقى أنول الانتخابات عن كل شي عم تقول هيك لا أنا تبقى أنول الانتخابات كمان لما بقلك بتليلي شي طبيعي عكيد شي طبيعي يصير في انتخابات بس بذكرك أنه لقبل ما كان شي طبيعي كان في تمديد مرتين خلينا نعترف أنه كان في تحدي كبير من إبا الرئيس هنا لأنا بدي أعمل الانتخابات و بدي اعتمد النسبية و صار في اعتمد النسبية و صار في انتخابات و أفرزت هذه الأحجام هيدا من أنه إنجاز ببلد كان معطل ديمقراطيا ته عم بتليلي عطلتوا البلد ظل البلد معطل سن ونص لأجا رئيس نعم تعطل البلد لأنه كان عم يجينا رؤساء جمهورية ما بمثله الحيسيات الشعبية و كان فيه هناك شعور أنه ما في توازن بالبلد و ما في شراكة و ما في ميساقية اليوم القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية اللي عندهم ملاحظات كتير على الرئيس عون بيعترفوا أنه على القليل يمطمنين بالهم أنه رئيس جمهورية لبنان يمثل هذه البيئة المسيحية بالإضافة أكيد للبعض الوطني هيدا منه إنجاز أنه اليوم المسيحي يرجع يحس حاله أنه عم بيشارك بالقرار في لبنان هيدا منه إنجاز بعد كلها سنين من سنة التسعين لهلا سؤال أنه ما فينا لازم ما نسخف و نبسط أنا بدي يكون معي فار أنا بدي يجيب الكباية بدي يشوف أنا استلامت كباية كانت فاضية اليوم صار ربعة تلتة مليان بعد باقي تلتة ربعة أو نصة بدي أحكيكي عن الربع المليان والتلتة المليان و بدي أقلي كيف بدي أعبيها بقى القليل ترفي معي أنت عم تحكيني عن الفاضي أنا بتقليلي شو الإنجازات عم بفجأة عم بتشرح ليك شو هي التلتة المليان نعم أنا برجع عم بقلك أنا ما عم بعبر عن موقف بهذه الحال أنا عم بعبر عن موقف مش موجود اليوم معنا على الطاول و برجع كمان أبقلك استسموا أنه نحنا اليوم عم نحكي لأنه كانت الأمال كتيرة مزبوط لأنه والأمال بعد كتيرة والأمال بعد كتيرة لكن العتب على قد الأمال أنا اللي بدي أقولك قد اليوم عهد الرئيس عنصر عمره سنة ونص سنة ونص نحنا بلد وردنا بلد إدارة فاسدة مهترية كسولة شاغرة اللي بديك مع إشكالات متراكمة أمنية سياسية اقتصادية عظيم عملتلك عم نرد الأمور على السكة الصحيحة أنا بدي منيك تحاسبيني بعد أربع سنين مش أنت تحاسبيني أنا رح حاسب حالي أصلا أنا إذا بعد أربع سنين ما أمنت مستلزمات الحياة الكريمة اللي حكيتك عنهم اليوم أنا بقول لك أنا رح يقول لك فشلنا بس أنا لن أفشل لأنه أنت مئلة طيار بيعمل يعني بيحط براسه أنه يحقق المستحيل وعن بيحققه نعم بمكافحة الفساد بشكل سريع بس لأن بعد في عنا كتير موظمة نحكي فيها هل أنتم مؤمنون فعلا بأنه هذه المعركة سوف تكون جحة معركة مكافحة الفساد صعب كتير طالما فسادنا فساد سلطة كل شيء الفساد كيف لك أن تكافح الفساد بكل أنواع ما أنه بس فساد سلطة ما مشكلتك المواطن صار مشارك كمان وبفهمه أنا بعرف شو عم بيصير داخل الإدارات أنا عنات وأنا شفت وأنا شهدت بقى البدائل يكي بهذا الموضوع اليوم أهم شيء أنه السلطات الرقبية اللي عنا إياها دوان محاسبة هي التفتيش وكل السلطات الرقبية الأخرى تكون عم تلعب دورة وأنا مؤمن أنه التعينات يلي صارت وهذه كمان بذكرك فيها هؤدي كانوا مراكز شغرة أو مراكز صار عمرها سنين و سنين على معدين بهذه الكراسي اليوم عملنا تعينات بتصب يعني عبينا كل هذه السلطات الرقبية وطلبنا منهم نتائج كيف يعني كانوا عم نشتغل بشركة خاصة أنه أنت تتضلي بموقعك بدك تعطيني نتيجة تتضلي تاخد معيشك بدك تعطيني نتيجة اليوم نحن بلشنا ب إذا بدك بهذه النفضة المطلوبة والمنتظرة من سنين و سنين بس هيدا الموضوع برجع بقليك عملت لك مقارنة مع إيطاليا 16 سنين ما بدي 16 سنين أنا بس يعطوني هلأ لنهاية العهد حتما ومساعد أن نهاية العهد بدك تكون شوية متوازية مع نهاية الولاية النيابية لك أنا مؤمن يمكن العالم تتفاجأ بالكلام اللي بدي أقوله أنا جدا إيجابي اليوم أنا شايف استقرار شايف استقرار سياسي نتيجة الانتخابات بعض ناطر فقط تشكيل الحكومة لأنه بعدين عنا أربع سنين ما استقرار بدوني أمنوا لنا أولا استقرار تشريعي يعني مجلس النواب رح يكون منتج فعال حكومي رح تكون منتجي كل الطبقة السياسية اليوم على المحق يعني اليوم ما بقى العالم عم بتفرق لسوق الحظ لازم تفرق بس عم بيقلك ما عم بتفرق وبالتالي كلنا صرنا مجبورين بإعطاء نتائج ما بقى فيي روح أنا سافر على قطر وعلى دبي وعلى ما بعرف مين وشوف لبنانية بيقولولي تفضلوا كنا نتضحك على هذه البلدين صرنا نحنا مأخرين عنهم مئة سنة ما بقى فيي قطيق هذه الملاحظات لأنه بعرف أنه مش مطيق هذه عم بيحكوني واقع العالم اليوم مطلوب مننا نأمن حياة يومية كريمة للمواطنين وأنا مؤمن أنه قدرين نعملها هلأ إذا ما قدرنا بها الأربعة سنين على الدنيا السلام بس رحليك شغلي موضوع النفط والغاز مثلا يعني كلنا بنعرف أنه يمكن يكون هيدا ملف إنقاذي للواقع اللبناني مزبوط ولا لا إن كان من ناحية الاقتصادية مفرص عمل ما عم تقول يمكن يعني إذا فعلا نطلع فيه هيدا صار لسنين من سنة الستينات منسمع فيه هلأ نحط على الطولة وبلشنا توقيع دورة الترخيص وإلى ما هناك يعني اللي عم بينعمل مع هذا العهد أمور تاريخية مزمنة وإنقاذية للمستقبل ما هذا كان عم بيسترجع يتعاطف فيها على القليل يكون عنا يكون عنا مقاربة علمية وموضعية ونقول والله برافو عليهم كل هذه الملفات عم تنحط على الطولة ونحطط على جدوى الأعمال اسمح ليتوقف مع فاصل علينا أخير استيسيمو من بعضهم نحكي أكتر بتأليف الحكومة ومرسوم التجنيس خليكن معنا متابع مشاهدين هذه الحلقة بالقسم الأخير مع ضيفي أنا أبسيمو أبرامي استيسيمو بدنا نسرع لأن أخذنا كتير وقت معلتلك أول حلقة ملفات كتير بدنا نحكي بدنا نحكي بدنا نحكي عن تأليف الحكومة يعني من بعد هالأزمة هلأ مع الاشتراكية وأصلا كان فيها أزمات وعقد سابقة هل ستتأخر أكثر عمارية تأليف الحكومة صراحة معرفة الوثيقة والوطيدة والعميئة برأي جمهوريتنا عندي ثقة أنه لن تتأخر بعرف أنه عم نحكي بالعلام كتير كلام عن عقد مسيحية ودرزية وسنية لا موجودة حتما بس بها طلعا من رح تنحل وبعتقد أنه يجي مرة حكون صارم بالتسريع بتأليف الحكومة ولأنه بعرف أنه بده مثل ما كنا عم نحكي بأول الحلقة أو خلال الحلقة بده أنه على السريع يبلش يعطي نتيج للشعب اللبناني كيف يحل هالعقد طيب يعني طبعا مع الرئيس المكلف لا اليوم أنا مني إذا بدك بالكواليس بس بعرف من موقع النيابة ومن موقع السياسة شو عم بيصير شو بتعرف لا بعرف أنه هناك كتير من الاجتماعيات اللي عم بتصير خارج الإطار الإعلامي من أجل حل حل التلعقاد وكل اليوم إذا بدك عطول بالتشكيل الحكومات وبيحيل لملف بتبلش المفاوضات كل واحد سقفه بيكون عالي بس لا يحصن وضع وبعدين بتصير التنازلات الثقوف كلها تحددت العالية هلأ الكل بده يبلش ينزل يعني التشكيل الأخيرة يا لسمعنا أنه قدم الرئيس الحريري للرئيس عون وفيها بس الحصص يعني طبعا ما فيها أسماء شو كانت ملاحظات الرئيس عون على جراء بقي الموضوع بإطار التسريبات رئيس عون معرفنا خبر صحيح رئيس عون عنده سوابة بلغوية لرئيس حريري ورئيس حريري بيعرفها وللبنان كله بيعرفها تمثيل عادل للكل وطمأنة الكل وما كل واحد شايف عادل عزاوه بس تألكم ما حدا يكون مغيب نعم وهي من مهمة رئيس الحكومة اليوم رئيس الجمهورية بتعاون مع الرئيس الحكومة بالتأليف لأنه بيمضي معه المرسوم لكن هذه المهمة تقع على كتف وكاهل الرئيس سعد الحريري رئيس حريري عنده بجباته بعرف أنه هنا هو أولا بالشخص وتانيا تكلف أشخاص يلعبوا دور يأمنوا جسور التواصل مع كل القوى السياسية عم تعمل شغلة خارج الأضواء الإعلامية بعد ذلك كان في فترة كمان أعياد المهم بعتاد أنه هلأ بعد عودة الرئيس حريري من زيارته كان بروسية يمكن أن يكون ببريز اليوم إلى ما هناك بعتقد بعد عودة يعني رح نشهد أسبوع وأسبوعين رح يكونوا مكسفين على صعب الاتصال هل صحيح أن الرئيس حريري استيسيمون رفض إعطاء موقع نائب رئيس الحكومة للقوات ولا حتى حقيبة سيادية أبدا ما فات بهذا الموضوع رئيس حريري نحنا ما عم بيرفض شي نحنا بانتظار رئيس الحريري مش نحنا يعني رئيس جمهورية بينطر ترئيس الحكومة يعطيه تصوره ساعة بيعطي رأيه نعم بس ما في شي رفض مسبق العائدة الدرزية كيف رح يحل الرئيس عون يعني وهل صحيح أنه هو متمسك بتوزير الوزير طلال إرسلان يعني احنا بنعتبر أنه ما في خدل حتى الطائف الشيعي هناك سنائية يعني في حركة أمل وحزب الله ومتفهمين واضح أنه بدهم ست وزراء شيعة اليوم ما في أحدية درزية هناك تميز درزي الأصوات يعني أنتجت أفرزت هذا الواقع بس في أكثرية عند النائب في أكثرية عظيم ما حدا عم بول ما ياخد الأكثرية يجب أن نعترف بنتيجة الانتخابات النيابية ما قلت ما في أكثرية النائب جمبلات يتمتع بالأكثرية الدرزية بس لا يتمتع بالإجماع المية بالمية عم بقول هالأشخاص الآخرين أنا يجب أن يكون ممثلين بالحكومة هالنسبة المقاوية العشرين ثلاثين الارمعين بالمية الأخرى بدي يكون عندهم حدا يمثلهم وبعتقد الوزير طلال إرسلان لأنه هو نائب ولأنه يتمتع بعد الحيثية بعتقد عنده حق أن يكون بس اللي عم بي نسمعه من النائب جمبلات ونوابه أنه الأكثرية الساحقة عنده لبل يمكن كانوا الكل عنده لو ما هو ترك هذا الموقع للوزير طلال إرسلان هيدا خطاب نائب جمبلات اليوم اليوم كان في انتخابات قامت على مبدأ النسبية وبعتقد إذا بتعمل قراءة للتصويت الدرزي بتكتشف أنه أكيد نائب جمبلات برجع بقالي كنتمتع بالأكثرية بس في نسبة من الأصوات الدروز ما كانت ما صبت بخانة أو بمصلحة حزب التقدم الاشتراكي وهذا يلازم يتمثل وهديها المنطق الطبيعي والبديهي لشيء اسمه نسبية هلأ رئيس حريري بده يتجاوب مع مطلبه نائب جمبلات مصر هيدا أمور بده يصير في مقايضة مع وزير مسيحي أو شيء عم تنقرة هيدا بتصير بين رئيس حريري كله بعده مش محسوم يعني لا ما في شيء محسوم ما في شيء محسوم في عقدة سنية بحسب معلوماتك اليوم في تصور كبير ولما هلأ منفوت بالتفاصيل وهيدا الموضوع باللبنان بقولوا التفاصيل الشيطان يكمن في التفاصيل أنا بعتقد بوجود شخص مترئيس عن برئيسة الجمهورية الأمور ما رح تاخد الوقت الطويل للحلحة نعم لمعلوماتك في عقدة سنية كمان لأنه لقدموا الرئيس الحريري ما في حصة يعني السنة من خارج تيار يعني اليوم ما بدي فوت أنا يعني ماني مكلف فوت بالتفاصيل عم نعمل تحليل نعم أنه في ست ثلاثين وزير مثلا في ست وزراء سنة بعتقد أنه إذا الرئيس الجمهورية بده يتمثل يعني بالحصة طبعه يكونوا تنوع طائف يبدو وزير السنة هذا حقه الطبيعي ويمكن ما بدي تسميها المعارضة السنية لأنه منا معارضة موحدة بس أنهم بس أنه في نسبة معينة منا معتها المستقبل يكون عندهم وزير لا لا بس هذا كمان عند رئيس الحريري يقرر إذا بده يروح بهذا المصادر يعني كله رهن الأسبوع المقبلة بس ترجع أنا براية أسبوعين سقفة أسبوعين يعني عمريت يمكن أكتر بس أنه هالأسبوعين رح يكونوا حيسمين ما رح تطول أكتر من هيك بحسب رأياتك بعدين بعتاد رئيس عون رح يخد يعني كلنا منعرف أنه رجل المبادرات الجريئة وحكومة أكثرية يعني شاعتها لا شاعتها بقله رأي سيطالهم أنا ما بدي ضيع ولا لحظة من العهد المتبقي عندي وبالتالي بدي الأمور تنحسن بطريقة سريعة ما بدي أقول رضي من رضي وزعل من زعل بس أنهم هات الأمر بدنا أن القطار الإنتاجية ينطلق بلبنان مرسوم التجنيس سيما يعني قامت لأيامي على هات المرسوم في كتير مآخذ مآخذ يعني زي ما نحكي موضوعيا محقا بدليل أنه رجعت الأمور مجديد على التدقيق بالأمن العام في شي غلط باعتراف الجميع من أخطأ في هذا الموضوع هل أخطأ الرئيس بالتوقيع ومن ثم طلب التدقيق لماذا لم يحصل التدقيق سابقا يعني هالمسئولية كلها ألا تضر أيضا بالعهد أول شي خلينا نحدد سوابت مرسوم التجنيس هو من صلاحية رئيس الجمهورية وكل يلي سمعناه عم بزكسكوا من هذا الباب منقلهم اقتراحاتكم مرفوضة يلي عم بقولوا أنه بدنا نشيل هذه الصلاحية وسبعنا أشخاص عم بقولوا مجلس الوزراء إلى ما هناك هيدا كله يتفضلوا وينسوا نعتبر أنه منقل لأنه هيدا المسبي صلاحيات الرئيس مرفوضة بالنسبة لأهد اثنين هذا المرسوم يوقع من ثلاث أشخاص رئيس جمهورية رئيس حكومة وزير داخلية معلوماتي بتقول أنه رئيس جمهورية عنده كان لائحة حطة بالمرسوم انبعتت لوزير الداخلية ورئيس الحكومة سمعت أنه نزيد على هذه اللائحة أسماء من قبل رئيس الحكومة ومن قبل وزير الداخلية بلا ما يعرف الرئيس يعني بعدين بلغوه بس الرئيس مرحل لهم أي أولاء باحتراما لموقعهم وعليتهم هلا بعد ما انتهى المرسوم طلعت الضج عليه يقال أنه في تساؤلات حول أشخاص محطوطين على مرسومة وزارة الداخلية اعترفت به بس تعالك شو أصلي اليوم وزارة الداخلية كانت عمت له الانتربول والمعلومات دققوا وعطوا هذه النتيجة بس فيه المسار الإداري الطبيعي هو الأمن العام يليك ما كان عاطل أوكي ما كان عارف الرئيس نكون واضحين بس نشوف ما بعرف ما كان عارف الرئيس أنه تدقيق ممرأ بالأمن العام يلي لازم يمرأ فيه ما بلك لا يمكن صار فيه خطأ أهم شيء بكل العملية أنه فيه شفافية ولأول مرة بيجي رئيس جمهورية بيقول بوقف أو بعلق هذا المرسوم بطلب أولا من الأمن العام يدقق ويستقبل لواء عباس إبراهيم يلي جاء يجتمع بوزير الداخلية وتاني شيء لكل مواطن لبناني عنده تحفظ عنده شيء ضد حدا مجنس يتفضل يعطينا طيب بس من بعد شو بالعقب يعني الخطأ يوم لو ما طلعوا أطراف أثاروا هالموضوع بقوة بالإعلام كان خلص يعني تجنسوا ناس مطلوبين من الانتر بول ومشكوهين ومش مدقق بملفهم مع بلك الانتر بول مثل ما فهمت أنه صار فيه تدقيق مع الانتر بول يعني الانتر بول طالب حدا منه منه طالب حدا هذا اللي فهمناه نحنا سمعنا بالإعلام غير شيء أنا عملك شو عندي معطيات بس أنا اللي بدي أقولك أنه اليوم بعدين سمعنا كتير كلام أشخاص مقربين من النزام سمعنا أنه قابضين أموال سمعنا كله بعض هيدا السمع هاي اللي عملك عندي مشكلة مع هود المسموعيات يلي ما عندهم أي مستند أي مرتكز بس كيف بتمحي اليوم الاخبار كلها اللي سمعتها اليوم بالنتيجة بالنتيجة شو الإجابات الشافية لألة رحلك الشفافية هي أساس المصدقية الرئيس عون أهم شيء عمله وهيدا بعتاد سابقة إذا بديك لأنه بعرف رؤساء الجمهورية اللي تتعاقبوا كون يمروا الأمور لك بعدين بنحكي لأنه بديفتح ملفات طويلة عريضة اليوم على اللي نعترف له الرئيس عون أنه شاف أنه فيه إشكالية فيه تحفزات على السريع بالإعلام هذا المرسوم وقال تفضلوا قالوا لنا شو عندهم إشكالات وإذا فيه عشرين وثلاثين وعشرين وخمسين واللي هنا لا يستحقوا الجنسية ما رأى عطيون الجنسية هذا بحث ذاته بالنسبة لألنا دليل شفافية مطلقة يشكر عليه يعني اعتراف بالخطأ يمكن ما يكون فيه شيء يمكن ما يكون فيه شيء خلينا ننطر اليوم ما بدأ استبقى مجرد أنه ما صار تدقيق اليوم الناس عم تتساءل بدون نية سيئة ولكن كيف بيمضي الرئيس على شيء منه متأكد أنه عاملين تدقيق عليه عم نحكي بكل موضوعية وأنا عم جاوبك الرئيس لما بيجي مرسوم زايدين عليه أسماء غشو يعني للرئيس بيجي عليه مرسوم زايده رئيس حكومي أسماء ووزير الداخلية ما راح يدق للوزير مشنو يقول له مدقق مش مدقق هذا موضوع تجنيس موضوع كثير الوزير مشنو يتمتع بمسؤوليته الرئيس الرساد الحريري كمان بموقع مسؤول ما راح يجي الرئيس هون يرجع يسألهم عملتوا أو ما عملتوا إلى ما هنالي يعني عنده ثقة فيهم وزير داخلية يوم الأمور ما بتقوم على الثقة هذه دولة استسيمو لأنه دولة لأنه التضيع الأخير للرئيس واش بيته يتأكد إذا فيه تدقيق ولا لا يعني ما راح ينل حدا يلومه أنه أنت عم بتشكك بوزير الداخلية أو برئيس الحكومة موضوع بهالحساسية أنه بديك يشكك أصلا يعني عم بتقليلي كأنه لازم يكون عنده شك بمصدقية وزير داخلية ورئيس حكومة لا عم قول أنا التأكد من أنه التدقيق حصل مش لازم يوضع قصدي بإطالة تشكيك بس أنا بدي روح أبعد بس أنا بدي روح أبعد من هيك بدي توجه من خلال الجديد لكثير من اللبنانيين يلي نطرين هذا الموضوع إجابات نعم مش بس مرسومة تجنيس راح لك شغلي باختصار في عنا مشكلة موضوع التجنيس بدي تخطى المرسوم حتما إذا بنا نفتح ملفات في عنا مجلس شورة الدولة أخذ قرارات بتجنيس بمئات الألاف صار بالسنة الأربعة وتسعين ولهلأ ترين بعد وماشي يعني موقفنا الكارثة الديموغرافية يلي صارت بحق لبنان نتيجة هذا المرسوم بس أنا بدي أحكيكي ببعد من هيك أنا جاني اتصالات كتير وعملت اجتماعات كتير معالم بيعتبروا أنه حقهم أو بيستحقوا يكون عندهم الجنسية ليه اليوم هناك استنسبية بيعطاء وهذا حقه الطبيعي لرئيس جمهورية بس اليوم تنعتبر كاترين حنى عندها أختها مجوزة على أجنبي وعنده نولاد وسيمو أبي رميا عنده أخت مجوزة على أجنبي عنده نولاد وعيشين في لبنان هاودي إذا ما أدرك وهودي في منهم ألاف صحيح وهودي في منهم ألاف هاودي يمكن يبعثوا ملفاتهم ما تنحط على اللائحة وبدأ تقول مقيمة أنه لا طوني مجان لا محمد مش مصطفى مظبوط ولا لا اليوم يجب أن يكون هناك معايير جديدة بموضوع التجنيس الوزير بسيل أرسل إلى مجلس النواب مشروع قانون له علاقة بالتجنيس بعرف قيمة لأيام لأنه مستسنى دول الجوار وحاكي عن يعني عم بيحكي بالتحديد عن الفلسطينيين والسوريين والسوريين وهذا بالنسبة لأيلي بفهم كل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية بس موضوع له علاقة بديمغرافية لبنان وبالحساسية اللي نحن عايشينها هذا موضوع بده نقاش جدي ما بدنا نتعطف لا بشعبوي ولا ب بده نقاش جدي وهلا ما بقى فيه وقت كمان يعني نقش فيه بشكل مفصل نعم من إنجازات الولاي النيابية القادمة اللي نحن فتنا فيها أهم شيء هذا الموضوع يعني اليوم عطاء الجنسية أولا استعادة الجنسية اللي لهم حق فيها من زمان وهي دا كمان من إنجازات حضورنا بوزارة الخارجية وأعطاء الجنسية لمستحقينها من خلال قونانة هذا الموضوع يبطل أمور فقط استنسبية اليوم بعتقد من أهم أهم ملف تشريعي ناطرنا من أهم الملفات هو هذا الموضوع لأنه أنا عشت هذه المعانات من خلال مقربين لألي بعرف شو عم بيعانهم ممكن تكون هناك معايير يعني موحد يتم الاحتكام لألي بموضوع الدنيس كل ما كان عندنا إطار قانوني واضح مع معايير واضحة ومحددة كل ما الإلتباسات انتفت بإعطاء الجنسية لأشخاص طلبينه نعم أنا بشكر حضورك معنا اليوم أنا أبسيمو أبراميا عضو تكتل لبنان القوي أهلا وسلا فيك من جديد لهذه الحلقة بشكر متابعتكم أيضا مشاهدين برنامج الحدث وإلى اللقاء اشتركوا في القناة